لكن ممكن مثلا نتكلم في شوية حالات أو حالة بتوضح إزاي دور مصطفى محمد أشكاليس كابتن محمد عبد جليل نهاردة بيتكلم أنه كان عنده شوية تحافظات على مصطفى محمد النهاردة يمكن مصطفى محمد أتفل مع كابتن عبد جليل وأنا سمعته أنه يمكن ماشي مهدفش يمكن مجالوش بس هو مصطفى محمد قبل بسمعنا تتكلم على سواء الكريم هو راس ماله الكروسات يمكن إحنا بنلعبش راحية الكروسات لأن غياب زيزو هو من أحسن ناس بتعمل الكروسات لكن تعالى شوف في الحالة دي مثلا إحنا بتدري نشتغل إزاي ده محمد النني اللي حنجيله ونتكلم عليه تقريبا تلاتة أربع اللي حالة تكون على محمد النني بينزل بيستلم الكرة بص بقى أنا عايزك تركز على مصطفى محمد اللي هو تقريبا آخر لعيب عند المساك الكاميروني لو نمشي اللقطة اللي بعدها نشوف اللي بعدها بص بقى هتلاقي إن مصطفى نزل بيستلم الكرة ورجعها تاني أنا عايزك تشوف المساحة اللي بتفضى في خلف مصطفى دي دي اللي هنشتغل من خلالها بيروح من خلالها عمر السلية بيملاها وبياخد الكرة تاني نشتغل الصورة اللي بعدها هتلاقي بيحطها تاني لمصطفى مصطفى يحطها مين بقى اللي راح في النمراء دي المركز رقب 9 صلاح فضيته تقريبا بقى في موقف واحد على واحد صلاح بيقدر إن هو ياخد الكرة على شماله وبيحطها on target ولكن الحرس بيشيلها اللقطة دي بتبينلك احنا اشتغلنا بقى على اللقطة دي أكتر من خلال 6 مرات فكرة إن احنا إزاي الوينجر سواء عمر مرموش بينزل فلما ينزل عمر مرموش بيفتح المساحة الفتوحة ويفتح المساحة العمر السلية